بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الآن بنشتغل في الميلينج وبنعمل البروداكت اللي تناولنا في خلال عرض الانتروداكشن لهذا البرنامج فإن شاء الله هنبدأ نتناوله بزي نبدأ ننفذه على البرنامج هو الميزة في هذا الجزء ان احنا نشتغل فيه اللي هي الديمينشنز معظم وهيكون الديمينشنز فروم كيرف بيوريني ازاي الحاجة الجديدة ان احنا هنتعلم ازاي ان انا اعمل الديمينشن فروم كيرف مش فروم فهنعمل فايل جديد بالاضافة ان انا هبدأ معاك في هذا الفايل الجديد الابعاد هتبقى بالملي متر احنا تناولنا الابعاد بالانش تعالنا نتناولها بالملي متر ونشوف هنشتغل ازاي نبدأ الابعاد الجديدة بتاعتنا 120 اللينث 100 مليميتر الوث وثيكنز 25 مليميتر موافقين الماتيريال الومونيوم زي ما احنا شغالين عليها مغيرنهاش هنقول له كده احنا موافقين على هذا الكلام ونقول له شكرا فنش هذا الجوز طيب لو قينا نبدأ نعمل هذا الجوز نشوف هنبدأ ازاي فروم كيرف بيجي عشان اعمل فروم كيرف هروح على الجومتري انا اللي هرسم بقى الجوز انا ما عنديش يقولنا احنا كونا في فروم ديمينشنز عندنا الديمينشنز جاهزة وبناخدها مباشرة هنرسم سيركل من سنتر و ريديس كل اللي انا محتاجه عشان ارسم السيركل فروم سنتر و ريديس ان انا احدد ايه الريديس بتاع السيركل الدي ايه فهنحدد له الريديس ب سبعة مليميتر وبعدين الاكس والواي بتاعتنا بكام فاحنا هنبدأ عشان نعمل الجزء اللي هو البوكت الاولاني اندخل اكس بي تلاتين و واي بي اربعين ونقول له كرييت يبقى كده ايه عمل الدايرة الاولانية لحس ان انا هنا لما جيت اعمل هنا دي ما خدتش فروم ما ضغطتش هنا اني انا كان المفروض ان احنا نعمل ايه بقى زي ما قلتلك في الشرح بتاع البرنامج انا مش انا عايز اعمل سيركل وعايز اعمل اكتر من سيركل فهعمل ايه في هذه الحالة هختار كرييت مور دان وين وعشان اوفر على نفسي اني انا كل مرة اجي ايه لهذه المينيو هو اوتوماتيك هاي وديني للهول التاني يبقى دي الهول الاولاني طب عايزيني جيب هول هنا نجيب الهول دا يبقى ريديس بسبعة وعندينة مع اعملاتيه وعندنا الاكس بناخده ها هنا با 90 ويييه الواي تبقى با 40 يبقى كده ايه اعملنا ايه الهول التانى نيجي الهول التالت الثالث نقول له عايزين برضو الريدياس بسبعة وبعدين إيه اللي احنا عايزين الـ X هتبقى بـ 90 و الـ Y بـ 60 ونقول له أعمل لنا الهول الثالث طبعا نشوفنا معيه معي الهول زي ما هو لأننا عملت كريات أننا عايز أكتر من واحد من واحد طيب نيجي آخر هول هنعملوه الـ X بـ 30 و الـ Y بـ 60 و انتر وهنقول له شكرا خلاص كده عملتنا الـ Features اللي احنا عملينها الـ Four Circles اللي موجودين قدامنا طيب بعد ما عملت الـ Four Circles أنا عايز أعمل البوكت ده فعايز هوصل مجموعة لينز ببعض طيب نحره مثل ده يไป بنين اجي هنا سوق كوادرانت وهذه من عند الده إلى الده الـ خلاص عملت اللاينز شكرا خلاص يبقى ايه انتهينا من اللاينز تعالى نعمل برضو في الجومتري ايه اللي انا محتاجه تاني في الجومتري ان انا اعمل فيلت هيجي عشان اعمل فيلت هنقوله كورنال فيلت فين كورنال فيلت اه هنا هو بس الريديس بكم بخمسة انا كنت عايز الريديس بخمسة يبقى دي عملت الفيلت الاولانية وهدي عملت الفيلت التانية وهنا الفيلت التالتة وهنا ايه الفيلت الرابعة هغير الريديس اخليه بتلاتة وقوله انا عايز برضو اعمل فيلت هنا وعايز اعمل فيلت هنا وفيلت هنا يبقى انا ايه عملت ايه هذا الشكل اللي هو ايه كان البوكت الداخلية شكرا خلاص نيجي نقوله ايه طيب دلواتي انا عملت هذا الشكل انا عايز دي بقى ايه كورف مش احنا كنه هناك بنقدر ناخد from dimension ال dimensions جهزة لا ده انا هنا انا اللي بعمل creation لهذا الشكل فبعد ما عملت هذا الشكل اهقوله ايه هاروح هنا وهو وقوله كورف هيقولي شوف بقى هنا فيه الكورف نتو فكر ياش which method you want to use ايه طريقة من دول chain pieces of geometry into a closed boundary using a single mouse click اه انا عايز بفعل انت هذا اقلوز يبقى انا اختار الاولينيه دي كده واقوله ايه اختار ال line ده كده ويعمل لي هذا الشكل هنسميه دا ايه بقى هنسميه pocket one لان انا عمله pocket فاخرب تسميه ليه هسمي ايه pocket one واحنا موثقين على كده اعمل لنا كرياشن لهذا الجزء يبقى ايضا هو اعمل لنا كرياشن للبوكت باجي كده هو اقول لي كده ادي عندي ايه نشوف دلوقتي انا ممكن اشيل كل الاجزاء اللي هي موجودة هنا دي دلوقتي لان ايه في غنى عنها ومش محتاج له طيب خلينا ايه عملنا الجزء الاول تعالى كان بعد كده كنا عايزين نعمل ايه تعالى نعمل الجزء اللي هو كان البوص البوص ده هنعمله ازاي هنيجي نقول له ان احنا برضو هنعمل هنرسم احنا البوص وبعدين بعد ما نعمل عملية الرسم نعمله كأنه كارف وبعد ما نعمله كأنه كارف ندخل على الفيتشورز ونشوف ايه اللي احنا هنعمل هذه الفيتشور عليه طيب هخلص بس الرسم بتاع الجزء الثاني وبعدين اروح على فيتشور واخد ايه اللي اتنين تعالوا نبدأ الاول ده الاول نعمله ايه على فيتشورز فادي الكيرف احنا اخترنا الكيرف كده ونروح على فيتشور ونقول له هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ده انا قلت ايه نخليه بوكت يبقى دي ايه بوكت هنقول له التالي وبعدين نبقى نعمل ايه هيقول لي اختار شوف خد بالك بقى من حتى دي اختار الكيرف انا بالفعل كنت مختار الكيرف فاجابهولي هنا ايه بوكت وان ان انت كنت مختار البوكت وان طب افرد ان انا مش مختار البوكت وان هاو كل اللي انا هعمله ان انا هاخد ده كده واجي على اي نقطة من هذا الكيرف واقول له ايه انا هختار ايه اهو ايه البوكت وان اوكي يبقى انا اختارت ايه البوكت وان هو بيقول لك شوف شاور اهو بيقول لك يعني شاور بالماوس دي على الكارف اللي هو موجود قدام هنيجي نقول له احنا كده خدنا البوكت وان عايزين بقى نعمل الشغل اللي احنا عارفينه العمق بتاع البوكت ده قد ايه لان طبعا احنا كده رسمنا البوكت يا شباب مش هنعمل احنا لسه نقول ايه طوله وعرضه قد ايه لا هنا كل اللي انا هشتغل بس عليه اني انا محتاج اني اعرف ما هو العمق بتاع البوكت فتعال ناخد الدبث بتاع هذا البوكت وان ناخد الدبث نخلي بخمستاشر ملي خد بالك ان الابعد هنا ايه احنا شغلناها بالمليميتر تعال نعمل التشامفر ناخد التشامفر بكام خلينا نعمل التشامفر واحد ملي نعمل التشامفر واحد مليميتر ايش محتاج اعمل درافتا انجل خلاص التالي كده شوفه التشامفر اللي احنا عملناه هو اللي اظهر هذا الجزء بهذه الطريق انهيج مور انهيج مور يجب اشعر ايش محتاج اشعر حسنا اخرج خلاص اصبح هذا الجزء موجود عندنا كده عندي الجزء ده كده هو ممكن اعمله ديليت شكرا هذه الجزء الثاني ممكن تضغط على shift يبقى أنا اخترت الجزء ده وضغط على shift أخذ الثلاث أجزاء دول كده وقل له delete يبقى كده أصبح عندي هذه الجزء الأولاني اللي هو كان ال pocket one في الرسمة اللي احنا أو في ال product اللي احنا كنا شغالين في ال introduction بتاعت هذا الكورس كده خلصنا هذا الجزء طيب تعالى نشتغل على الجزء الثاني ألا وهو البوس هنعمل feature from curve وهنختار البوس نعمل إزاي البوس ده تعالى نيجي نقول له هنبدأ نرسم البوس نروح على geometry وهنختار أنا هنا مدام هعمل البوس هشتغل على line فهنختار إيه اللي هو connected line وهبدأ أدخل ال x وال y لكل نقطة فهنقول هنبدأ ب x نبدأ x بكم بعشرة و y بعشرة وبعدين ده y مش عايز زده نحن x و y x و y نكمل ما فيش زد النقطة التانية أن تبقى أن تبقى x بكم احنا قلنا ده length ده 120 يبقى احنا لو عايزين نخلي ده يبقى x ب 110 x ب 110 و y و y still زي ما هي ب 10 وبعدين نقول له enter هيبدأ يعمل line كده احنا عايزين نمشي بال line ده كده يبقى نعمل نجيب يا سيد الفاضل x ب 110 و y ب 90 ب 90 نقول له enter وبعدين عندي هتبقى x ب 10 و y ب 90 زي ما هي وبعدين x ب 10 و y ب 10 يبقى بكده احنا رسمنا البوكت الكيرف اللي عندنا قمنا برسمه مطلوب دلوقتي ان احنا نعمل الكيرف نعمل الكيرف ده بارضو ايه closed فهاختار بارضو دي which must you want to use they want to use اي طريقة اللي هي closed هنشتغل على closed اختار برضو الضلع ده اصبح شكل مغلق بهذا الشكل تعال نسمي ده boss لان انا هعمله الفيتشر اللي انا هعملها ب boss يبقى نسمي ايه boss يبقى كده شكرا create خلاص كده اصبح عندي البوكت موجود و البوكت موجود اضغط على كده وروح على feature واختار boss احنا اخد بالك احنا from curve احنا احنا من من curve احنا بنعمل الاجزاء دي from curve كنا الاول بنشتغل feature from dimension هنا feature from curve هنقول boss تعال على boss يا سيد الفاضل وقول التالي هيدين يقول اختار curve معنى اختار curve لو ملقيتش هنا curve موجود بتاعك موجود يبقى عرف انت مخترت curve يبقى نعمل زي ما عملنا المرة الفاتت هنضغط هنا ونختار boss اللي هو موجود هنا انما هو ظاهر وظاهر باسمه لان انا كنت تعلمت عليه قبل مختار شوف بقى نعمل هنيجي نقول ه التالي التالي هنا مش هغير offset from curve location z offset طيب بيقول draft draft angle انا هايز اجيبه بزاوية mail هنعمل زاوية draft angle هنا 45 ونعمل الخمفر سيبه زي ما هم هاعمل الخمفر height هخلي ب7 bottom radius هخلي ب5 ونشوف الشكل بتاعنا هيطلع ازاي يبقى كده في حاجتين احنا ازين نعملها مفيش اي حاجة اذا هيطلع لإي ادي البوس اتنفذ بهذه الطريقة وهذه العمليات اللي انت هتشغالها اذا كان اتراف ولا finish يبقى بكده عملنا creation للبوس وcreation للبوكت 1 نقول finish ونراكم ان شاء الله في المقطع القادم نستكمل هذا الexercise شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته